اشتركوا في القناة الخطة التسويقية طبعا الخطة التسويقية تعتبر من اهم الخطوات اللي على اي مشروع يعني سياحي قائم ان يضعها في الحسبان حتى يضمن صاحب هذا المشروع او ادارة هذا المشروع عملية تطوير الكفاءة والفعالية في الجهود التسويقية فاي جهود تسويقية تعتبر عملية معقدة مركبة فاذا ما كانت فيها هذه الخطة التسويقية المكتوبة الجهود هذه حتكون يعني عشوائية لحد ما رح تكثر فيها الأخطاء رح يكثر فيها اللون كل طرف يلوم الآخر كل طرف يحمل الطرف الآخر مسألة التقصير الذي قد يحدث وطبيعي انه يحدث لأن ما في خطة تسويقية واضحة مكتوبة تكون بمثابة الموجه للقرارات وايضا تساعد في توزيع المصادر التسويقية مثل المال والوقت والموارد البشرية فالخطة التسويقية أيضا لابد أن تحتوي على عناصر رئيسية مهمة لو لقيت الخطة التسويقية مثلا قد تزيد على هذه الأشياء اللي رح تذكرها اليوم أو العناصر اللي رح تذكرها الآن ورح تطرق لها فما في إشكالية لو زادت عن هذه العناصر لكن الإشكالية تحدث لو كان أحد هذه العناصر مفقود فقدان أحد هذه العناصر رح يعني يعتبر نذير زي ما يقولوا نذير شؤم أو نذير خطر على المؤسسة أو على العمل أو على المشروع السياحي إذن الخطة التسويقية لابد أن تحتوي على عدة عناصر من أهمها أول شيء الأهداف العامة للمشروع السياحي إيش هي الصورة الصورة الكبيرة اللي المنظمة هذه أو المؤسسة السياحية أو المشروع السياحي يسعى للوصول إليها وإلى تحقيقها الشيء الثاني تقسيم بيئة السوق وتحديد الأسواق المستهدفة فأنا الآن وضعت أهداف عامة نجي بعدما نخلص من الأهداف العامة للمشروع إيش هي بيئة السوق هل أنا قاعدة أستهدف مثلا السياح من الطبقة مثلا المتوسطة الدخل أو طبقة مثلا مرتفعة الدخل هذا الشيء مهم جدا لأنه رح يلعب دور في رح يلعب دور في الاستراتيجيات التسويقية لكل سوق مستهدف على حدة والاستراتيجيات التسويقية إحنا رح نتعرف عليها إن شاء الله في المحاضرات القادمة بمشيئة الله وأيضا مهم أن يكون في الخطة التسويقية ملف مشروع كامل متكامل في أهم المصادر المتاحة زي ما قلنا الوقت المال كم الوقت اللي أنا ممكن أشتغل فيه في مثلا في هذه الجزئية من الخطة التسويقية كم أنا أحتاج من الوقت حتى يعني أقوم بهذه الحملة الإعلانية مثلا أو الحملة الإعلامية حتى مثلا تصل الأهداف العامة للمشروع في أذهام مثلا السياح زي ما قلنا إحنا اللي إحنا قاعدين نستهدفهم هل هم من الطبقة المتوسطة الطبقة المرتفعة الدخل إيش المصادر المتاحة أيضا قلنا الوقت قلنا المال قلنا الموارد البشرية هل أنا عندي موارد بشرية كافية لتحقيق هذه الأهداف المرجوة تجزئة السوق وتحديد المجموعات المهتمة بالمنتج وبما يتم تقديمه إذن في القسم الأول قلنا قسمنا السوق وحددنا الأسواق المستهدفة من الطبقة المتوسطة طيب الطبقة المتوسطة هذه هل هم مثلا والله أسرة عندهم أطفال إذن الأسرة واللي عندهم أطفال رح يكون برضو لهم سوق مستهدف أو رح يمثلون سوق مستهدف لابد أن نجري عليه العديد من التجارب نجهز له خطة تسويقية مكتكاملة الأركان نهتم أيضا في مسألة المنتج اللي تهتم فيه هذه الأسرة هل هم مثلا مهتمين بينهم مثلا يزوروا حدائق حيوانات منتجعات ألعاب ترفيهية أيضا مهم جدا أنه إحنا في الخطة التسويقية يكون فيه عنصر الأهداف التسويقية لكل مجموعة أيضا استراتيجيات التسويقية أو آخر شيء أن يكون فيه وسيلة مناسبة للتقليم فممكن التقييم هذا يعتمد على السياح أنفسهم فيكون مثلا فيه نماذج خاصة كل سائح يقيم الخدمة التي قدمت له أو مثلا المنتج اللي تم استهلاك من قبل استهلاكه من قبل السائح ممكن يتم التقييم عن طريق مثلا الإدارة العليا نفسها تقوم بزيارات ميدانية وتتفقد الأحوال هل كل شيء مثلا ماشي زي ما تم التخطيط له والتسويق له من قبل لا